بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة والطالبات من الصف الثالث لإعدادي وحتى الصف الثالث الثاني وعلى قناة المسلس عزة لشوخ تفسير قعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة أما بالنسبة لضربة الصف الأول الإتداعي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي إتداعي عند إعدادي مع مسانا السمان إن شاء الله شباب لقناة مع طالبته وطالبات الصف الثالث السنة مستمرين مع كتاب جيم العام 2029 الواحدة السادسة إن شاء الله نشغل على الدرس الثالث الرابع بتاعها جزء الجرامر تحديداً أو للمش السلسة ديبات القواعد إن شاء الله بدأتنا على صفحة 305 بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ مع أول جولة فروز بقولك فيها The surgeon made the criminal talk Surgeon هنا معناها رقيب أو تقدر تعتبيلها كده المحاقق قدر يخليه أو جعل المجرم يتكلم This means about him to talk ده معناه إيه بقى هو هنا عيدة على السرجنت وهم عيدة على الكريمينال بعد كده توتوك اللي هي الفاعل بتاعه الاختيارات اللي موجودة قدامي شباب هيفرج فيها معايا المعنى معنى الجملة اللي قدامي أن هذا المقاقق أو هذا الرقيب بقى أجبر المجرم على الكلام تمام كده؟ طيب ما ينفعش أقول Asked طلبها ما ينفعش أقول Advice نصلها ما ينفعش أقول Persuaded أقنعها لا هو أجبره Forced him to talk يبقى معنى الفاعل اللي قدامي فرج معايا في الاختيار تمام؟ طيب تعال نروح لي الجملة التانية The bodyguard The bodyguard اللي هو الحارس Won't سوف لا إيه You into the center انت بقى إلى داخل المركز ده ويزاوة your card بدون ما تطلع له الكرت بتاعها البطاقة أو إثبات هوية سميها زي ما أنت عايز ماشي؟ برضو هيفرج معايا هنا المعنى بالإضافة إلى القاعدة القاعدة مهمة آه لكن برضو المعنى هيفرج معايا ليه؟ يعني مثلا أقول لك أن الحارس سوف لا سوف لا يسمح لك مش هيسمح لك خلاص كده؟ مش هيسمح لك أنك أنت تدخل ما تقوليش get بمعنى يحصل عليك ما تقوليش make بمعنى يجعل ما تقوليش have بمعنى يحصل عليك لا هو مش هيسمح لك تدخل لأن الفاعل let بمعنى يسمح لي طيب تعال روح لي بعدها من المؤكد أن الكلام ده صح يعني المعلومة اللي عند الشخص ده صح بس مش قادر يخلي الشخص تاني يصدقها مش قادر يجعله يصدقها يبقى وليه كانت ولكنه لا يمكنني كذا you believe it ان انت تتصدق عايز قلو مش قادر لا يمكنني ان اجعلك بأجعلك بmake اللو لأ بمعنى يسمح بي ولدت زيها في نفس المعنى مع الفارق في حكاية الفاعل اللي يجي وراها لاني اللو محتاجة 2 ثم المصدر ليت مش محتاجة 2 يجي وراها المصدر بلدون 2 جيت محتاجة المصدر مسبوق 2 تمام كده؟ make تحقق فيها حاجتين اول حاجة مصدر بلدون 2 اللي هي believe برغم ان انت تشترك معها في الفكرة ده هي لد لكن ايه روح نرجع للمعنى يفرج معي هنال معنى خلاص كده؟ يبقى معنى جملة على بعضها الموضوع ده تمام الكتير الحاجة اللي عندي المعلومة ده حقية لكن انا مش اقدر اجعلك انك انت تتصدقها believe مع ميك اجابتنا في جملة رقم 3 نحرج الشاشة عشان تروح لجملة رقم 4 وقبل من استرسل وشبه لاحس من خلال التجملة اللي عده ان القاعدة والمعنى الاثنين مع بعض مهمين ممكن القاعدة صح ويطلع المعنى خطأ ممكن المعنى صح لكن القاعدة خطأ لازم الاثنين يكونوا صح علشان قدر اشتغل شغل سليم اربعة بيقولك فيها you should يجب عليك انكمل هم اكسبلين هم هنا مفعول بي خلاص اكسبلين بمعنى اشرح why he made such a mistake لماذا قام بهذا الخطأ او عمل الخطأ ده زمون يشد هم تسمح له ولا get him ولا have him ولا have good خد بالك من الفعل يبقى اللو ما تنفعش وجيت ما تنفعش فاضل مع ايه فاضل معي have اجابة واحدة صحيحة مش عايز له انت أخدت به خمسة أولاء فيها asked if it was possible for us وقال له هم هو كان بيسأل اذا كان من الممكن ان احنا ممكن بالنسبة لنا يعنى احنا نسمح له فاضلين بقى كده اذا كان لها موجودة ايبني انا عايز تول المصدر به انت انت اذا كان كان من الممكن احنا نسمح له يرتدي بالمصدر تطلب 이걸 يطلي اله انه هو يقوم بطلاق السور بتاع الجنين لا انا عايز تول المصدر بنت المصدر واحد بدونتو لا انا عايز تصفتها لا جملة ليس بها بناء للمجهول. ستة بقول فيها اي هاف ذا ميكانيكي. انا جعلت الميكانيكي بمصدر بدونتو. ماشي? انا بجعل الميكانيكي يعمل لي تشيك على العربية لو فيها صيانة او كندا بعمله كل سنة. الجراند لا. الماضي اللي هو تصفتات تشيك دي لا اقوم نفاهي بناء المجهول. طول مصدر انا عايز مصدر بدونتو. سوف احصل على بيتي بانا كده عايز تصرف تالت. لان كده في بناء المجهول في قوزة ليفها. اي ليست الفاعل بتاع الجملة. ده المفعول غير الحقيقي. لان المفعول الحقيقي هو ماي هاوس. كده انت عايز تصرف تالة شده بجمنا فيها من المجهول. انا سوف احصل على بيتي قعيدة تزيينه من جديد الشهر اجا. لا انا حساس في تالت. تو المصدر لا. المصدر الواحد هو لا انا حساس في تالت جمنا فيها بناء للمجهول. تمام انا بقول لك فيها. ناشي. كمل. تو تيك. يبقى تول مصدر اهيه. مهمة جدا. يبقى كده وي مفعول بي. ودي وينتهي. ودي تول مصدر. طيب. فوتو جرافز انسايد ايه. اعزوا لك ان ايه? اعزوا لك انه هما اه لم يسمح لهم. انه هما ينطقتوا صور داخل القصر بسبب اه الهيئة بتاعت الامن يعني. الامن منعهم. طيب. ايبا وينت اللاود ولم يسمح لنا. ما سمحوا لناش. مش ميد جعلة ولا هاد ولا قط. المعنى فارج معايا في صياحة الجملة والقاعدة اللي قدامي. يروح حد يقول لي مسلا. طب ما هي ميت فيها بناء المجهول. ولما يكون في بناء للمجهول ينفع جيب طول مصدر. كلام اك صح. لكن المعنى معايا يفرد. هنا قلقوا بمعنى يسمح لي بس يمن فيها. يقول ايه? لم يسمح لنا. تسعة. زهابوا. زهابوا في الاجازة. بدون اذن. من والديه. ايه بقى ذم ذري فيورياس? اه. عاز يقول لك ايه? جعلهم. طب نقول هب قط ولا ميت ولا جيت ولا هاد. ميت زم جعله. ماشي معنى الجملة شباب او معنى الفعل. يفرج مع عيان. يفرج مع عيان. خلاص? نحرك الشاشة ونروح لجملة رقم عشر. نستمع اكدين من شواء قلنا يا شباب القاعدة صح اه وكمان معنى صح. واحد فيهم خطأ هي هيخلي الجملة مش سلقة. عشوة ايه? اه بيقول له اه اه افرد السجادة على ورق. ليه? تستوب علشان تمنعها ايه بقى? عاز اقول لك انها تلتسق بالارضيا. طب نجيبها بتقول مصدر ولا ستاك. طبعا هنا بمعنى ايه يلتسق بيه? ولا تصريف ثالث في ستاك ولا ستاك اللي هو ده شكل المصدر يعني كانها مضارع. تمنعها من ايه? من ان ده يحصل اساسا. تمنعها من التساقد بيه الارضية. ايه بقى واحدة سعيد. احدى شو لك فيها فتح سكار العربية بتاعك. فتحه اسرايل دتي منتسغة جدا. طبعا. عاز اقول لك يجب ان يحصل عليها منظفة. يبا هي مفهول بي غير حقيقي. قد تو معناها كانوا بيقولك شود. خلاص كده? وبيكمل ايت المفهول بيه الحقيقي وكلين ده تصريف تالي في اه ادى جراج. عايز اقول لك يجب عليها ان يحصل عليها. يجب عليها ان يحصل عليها منظفة. اتعملت ده هعملي التنظيف بواسطة الناس اللي شغالة في الجراج. المعنى يفرج معايا. ميك يجعل المعنى يفرج معايا. ليتي اسمح المعنى يفرج معايا. انا عايز ايه? يجب اهلان يحصل عليها ايه? ايجابتنا في جملة رقم احداش. ادناشة بتقول امتى هتخلي? امتى هتخلي شخص ما كمل ده كاربتس? اه? ايه كده هو? هقول لك بقى المصدر علشان جيت. ماشي? الجراج دي اللي همش انفها معايا. ده مش هفعي فيش ابناء المشهول. وكلين المصدر الواحده. لأ. جيت محتاجة معها والمصدر. تلاتاش بولف يعني. المعلم فاعل. بيديك نافي. بيكمله السونس مفعول به. جاب لك طول مصدر. يبا انت كده عايز من اربعة فاعل دولة فعلي ينفع مع ايه? ينفع معها طول مصدر. طيب. قلاو ينفع معها طول مصدر. ليه ما ينفعش? ينفع معها طول مصدر بس هنا معنى يتوقفوا علشان يعملو. لا ده بقول لك ما يسمح نهمش. جيت ينفع معها طول مصدر. الله طبعا انا كده انا عندي ثلاث حاجات اتفهم معهم طول مصدر. قل لو تنفع. ستوب تنفع وجيت تنفع. انا هاخد قل لو لوحده. ليه? المعنى. المعلم لا يسمح. لطلبته انهما يكلوا البان في الحصر. المعنى يفرج معها. طيب يا مستر ماليت معناها يسمح برضو. بس ما جيش وراء طول مصدر. اربعة عشر. حيث يو دونت نو هاو تو يوز كمبيوتر. لو انت ما تعرفش كيف يمكن استخدم الكمبيوتر. بتعرفش استخدمه يعني. طيب. عايز اقول له خلي اخوك الكبير ايه ساعدك. خد بالك من حتة طول مصدر دي مهمة جدا تفرب عايز الفعل. ستوب يمنعك ولا هاو بمعنى يجعل ماشي ولا لت يسمح ولا جيت. انا هاخد جيت ليه? لان هي الانفعية ولا هتقول مصدر. هاو ما تنفعش. نروح لي الجملة العلم خمس وعشر. نخليها اجمال الشاشة وكمان تشوف معها الصفحة اللي قدامك الجديدة بدايتها والارقام وكل حاجة. بمعنى حصلوا على الجنينة بفيه ابناء المجهول. وطرد تصف تالت. مفعول بي مش فاعل وهو غير حقيقي. هاو كوزة دي فهذا ايه? اللي هاو السببية. المفعول بي الحقيقي. وطرد تصف تالت جملة فيه ابناء المجهول عنده كانت معنى الجملة. والدي حصلوا على الجنينة بتاعتهم مروية. يعني حد زجها لهم. بين وطرد صياغة خطأ. انا عايز تصف تالت فقط. مش عايز بين معتها تصف تالت. طول مصدر خطأ انا عايز تصف تالت فقط. وطرد مصدر بدون طو. خطأ انا عايز تصف تالت فقط. عشان جملة فيه المجهول. ستاشر فيها فرغين. مونا وجاء في فراغ هير. مونا اختها كبيرة جاء في فراغ هير كله زي ستر دي. ملابسها بالأمس. خط بقى بحيطة دي ستر دي. دي ستر دي بتقول لك ان الفعل اللي انت عايزه في الفراغ الاولاني والتالي لازم يكون ماضي. لازم يكون ماضي. تمام كده? او فيه اشارة للماضي. تمام كده? طيب. تعال بقى شوف الاختيارات. جوت مع ايه. ايه ايه. ماشي. فيها شراء للماضي. هاذ مع ايه الاتنين مصدر مش هينفعهم معي. لتس مضارع بسيط مع ايه المصدر مش هفع معي ده مضارع ما هز ماضي. ماد ماضي صدق. لكن فيه مشكلة في تقول مصدر. ما ينفعش ما يجي معها تقول مصدر. كده من الصحيحة جوت ماضي اهي. ودي تقول مصدر لان جوت ينفع ايجي وراها فعل جديد في شكل توسم المصدر. ناخد الجملة رقم سبعتاش برضو فيها فراغين. زابوس رئيس العمل جاي فراغين. ماشي مفعول بي. اسوت بدلة. يبقى رئيس العمل هو كذا بدلة. برغب انه كان عايز يرتدي زي رياضي. طيب حلو خاطس. الجملة اللي قدامي هنا هو فيها ايه? فيها ما يدل على الماضي. مش شايف دي? ها شايفها? تمام? تقول لك ان الكلام انت هتشتغل علينا هو ايه? محتاج ان انت افعال تكون شغالة ايه? شغالة في الماضي. طيب ماشي. او الفعل الاولاني على اقل يكون في الماضي والتاني يكون في الماضي. ماشي? طيب. ماضي صحيح لكن الجيران دي لا. مفروض طالما في جوت يبقى قولتول مصدر. يبقى دي غلق. مع ده مضارع انا عايز ماضي. طيب اللي بعدها يعني هنا هو ماضي مع مصدر بدون تحقق الجملة. طيب ما يدهم رئيس العمل جعله ويرتدي اسود بدلة برغم ان هو كان عايز يلبس زي ريالي. حرطنا الشاشة بجملة رغم ١٨ يعني انها تقول لك فيها علي ماله بقى الشخص يجيب فراغي هس كريدت كارد بتاعه كزا تزعجه. حلو خالص. مين يومين عده? الجملة طبعا باين كده واحساسك بيقول لك ان فيها بنقل المجوم. تمام كده? طيب. يبقى الشخص ده حصل على الكريدت كارد بتاعه مغير. يعني تم تغييره. لان الشخص اللي قدامك ده اللي هو علي ده هو مفعول لي وليس فعل الجملة. وكمان مفعول لي الحقيقي. لان الكريدت كارد هو المفعول لحقيقي. تمام كده? طيب. فبنقولها عالي جعل? لا. جت منها مدارع بسيط. انا عايز يومين عده يبقى لازم ماضي. هاز مدارع بسيط مش خفى عشان الماضي فاضل هادو. هنا بمعنى جملة. عالي حصل على الكريدت كارد بتاعه مغير. يعني حد هو اللي غيروه. الجملة فيها الشر الماضي. وكمان بناء المجوم. تسعة عشر بدون ده ما نجعل المدير. برضي في فراغين هنا. ها نكمل فراهي سكريتري. المدير كزا السكريترا بتاعته. ده اللي هي الوثائق. طيب. ماشي نقول ايه? مع هاد مع تايب. مع تايب. هاد مع تايب. هاد مع تايب. ده مانيجر هاد. زي معنى الجملة هم يسترض? المدير جعل تنسخ طيب هنا بمعنى تنسخ طب ليه مستر ما خدتهاش ميد مع طالما في ميد موجودة او هاد موجودة او جوت موجودة مع فكرة الاستخدام الجزء التاني من السببيات بتاعت هفو جت اللي هي فلان جاء على الفاعل جاء على مفعول يبقى انت مش محتاج تصريف ثالث في الجملة ايه ولا في الجملة دي طيب ليه ما خدتش جوت يا مستر ما جاء وراها مصدر لاني مفيش تو لكن هاد هي اللي انفعي وراها المصدر لدونتو في فكرة ان فاعل جاء على مفعول يقوم بفعل معين ولذلك خدناه عشرين برضو فيها فراغين البيزنس ده الفاعل ده بتاعته او العائد بتاعته او حل عزو لك مكاسبه كويس يعني بطي كود انت كذا ولكنه ولكنه لا يمكنني او لم يمكنني فراغ هم مفعول بي عزو لك ما قدرتش يخليه ياخد قرار بانه يبدأ حلو خاص جميل جدا طيب اقول لت بمعنى يسمح بي او يدع له مش هيسمح له ده هو عاز يجعله يبقى مش تنفع المعنى مش هفع معي اراس دي الغلطة الولى الغلطة التانية ان لت مش محتاجة معها توفي المصدر بتاعته لبعدها جيت مع اتقول المصدر اه منطقية وتنفع بس وصبر ربرا ما كنت في حاجة غيرها انا لو يمكنني ان اريده لا ده معناه يجعله بالمعنى غلط تمام طيب ميت مع ميك اي كود انت ميت الا فعل النقصة ما جيش وراها تصريف يعني ايه وراها الفعل في المصدر من كده الصحيحة جيت مع توميك ليه لاني كود انت ايه وراها فعلة في المصدر ماشي وبعد كده هجيب ايه تول مصدر الجليدة عشان جيت ايه بجملة على بعضها برغم ان الشغلانة ديه البزنس ده مليان فوائد الفلوس اللي تيجي من ورا كتير المكسب حلو لكن انا لم يمكنني ما قدرتش اخليه ياخد قرار فيه ويبدأ فيه واحدة الملفية وي وير ميت اه جعلنا يبقى وي مفعول بي وير ميت فيها بناء للمجهول اخد بلك من حت دي وير ميت فيها بناء للمجهول ماشي طيب نكمل الجملة فيها بناء للمجهول الجملة فيها بناء للمجهول لان احنا قلنا فرب ميت الفعل ميت لما يكون جاي مبنى المجهول ميت ينفع حط لطول مصدر لكن لو ما كانش فيه بناء المجهول كنا هنجيبوا مصدر بي طوب سات في الماضي لا انا عايز لطول مصدر الجراند واحد برضو لا انا عايز لطول مصدر والدي لامني على اني لم اجعل اخد بلك من حت دي لطول مصدر بمعنى كدير الفعل لطول مي بمعنى توجو م فعل لطول مبنى la لطول مصدر تريم هناك يقلم يا Victory لم اجعل يقلم الاشجار. نط رم فيها نفي انا عايز اسبات. لاني نط خلاص موجودة هنا. مش عايز نط تاني. طول مصدر لا انا عايز مصدر بدونتو والجرند خطأ. انا عايز مصدر بدونتو. عارك الشاشة عشان تبقى جوم رقم تاتة عشرين انوان ها. بيقول فيها. الاب جعل والد اه بتاع ده اطفاله. ها? الاب جعل اطفال. شركة لهم. او تخصهم. يا بنت كده عايز تقول مصدر. تروح تقول ايه? الله 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 يا مستر ما هي فيه تقول مصدر توفايند. تبقى لكم معنى الجملة. الوالد جعل الابناء يأسسوا. كلمة بمعنى يؤسس. لكن معناها يجد. هم هيأسسوا شركة لهم. الفعل في المصدر فيه غلطتين. اولا انه جاي مصدر بدونتو. دي الغلطة اللي تقول لغلطة تانية في المعنى. توفايند جاي فيها مصدر اهوم اعطو لكن المعنى يفرج معايا. توفايند المعنى هيجد. هنا جرنت بمعنى اسسها ودي اوه ده. شكل جاء انا عايز تو والمصدر توفاوند هنا معنى يؤسس. ايجابتنا في الجملة رقم تاتة عشرين. اربعة عشرين يقول لك فيها اداة مفعول بي وفعل في شكل مصدر بدون تو. تبقى جميع حتة دي. اه حلو اول حتة دي. ادل على الماضي. يبقى ايه بقى ايه بقى خلي بالك ان انا عايز مصدر بدون تو. ماشي موجود مصدر بدون تو يبقى انت عايز ما يدل على ده. الله. يا مستر مش الجملة ده ما هي ماضي اقول لك اه طب وهي لت ماضي اه لت فعل شهاز لت 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 مصدره زي ماضي زي تصفيفه التالت يبقى اخدت لت. طب ليه ما اخدتش ميكس انا عايز دلالة على الماضي مش بقول لك وز. طب ليه ما اخدتش جوت اي مستر ما هاي ماضي. جوت يجو وراها تو زائد مصدر مش مصدر بس. ليس مش تنفع عشان مضارع. اخذنا لت تدل على الماضي. خمسة عشان مولاك فيها لم يمكنني اني انا امنع نفسي ايه بقى اي كنت محتاجة مش تنفع. طول المصدر لا مش تنفع انا عايز ايه انا عايز الجراند. بقول لك انا مقدتش امنع نفسي من الدحك. ما اقدرش يمنع نفسه من الدحك. فلاص كده? يعني ما اقدرش يتوقف عنه. في ستة عشوالية. المعلمين في مدرستي لا يسمحوا. اه لا يسمحوا ايه? في مفعول بي هنا. وراها لا مفيش. يبه هات الجراند مباشرة. ما بيسمحوش بالغش. طالما مفيش مفعول بي ما تجيبش طول المصدر. هات الجراند مباشرة. طول مصدر خطأ. طول جراند الخطأ. تصير ثلاث خطأ. انا قلت طالما مفيش مفعول بي في حتة دي اهي شبه حتة دي. مش في مفعول بي هنا فيش مفعول بي. طالما مفيش مفعول بي هات الجراند. القمناة سبع عشرين بولة فيها. مام دازنت. وجايف فراغ مني. وجايف فراغ سويتس. عايز اقول لك اني الام لا تسمح له بتناول البومبوني كتير. طيب. حلو خاص. جيت. المعنى يفرج معنا. الغلطة الاولى. الغلطة التانية جيت محتاجة تقول مصدر. بدي غلطتين في السياغة دي. طيب ميك فيها غلطتين برضو. المعنى يفرج معايا. ثم اني ميك ما جيش معها تقول مصدر. طيب. جيت. هنا جايب معها تقول مصدر. لكن المعنى يفرج معايا. فاضل معايا بمعنى يده او يسمح بي. ايبا ماما ما بتسمح ليش ان انا هتناول البومبوني على فترات متقلب. نحرك الشاشة عشان تبقى قومنا رقم 28 يعني انا هكذا كمان تشوف الصفحة اللي بتختم معنا التدريب اللي حين شارينا عنه. بقول لك في 28 هي هو مالوس دي هو كامل. عايز اقول لك انه حصل على رجله مكسورة. ده معنى ان حد كسرها. الوقع. كسرتها. تمام? طيب جملة زمنها ايه? خد بالك من الفعل فل. يدل على الماضي. يبا هي هاد. حصل على قدم مكسورة. الجملة هنا فيها ابناء المجهول. هي مفعول بي وليست فاعل. وكمان هو مفعول غير حقيقي. المفعول هنا هو غير حقيقي لان مفعول حقيقي هزلت. رجله. وقدي لفعل التصفيتات بروكن. دعب عن هاتة الديني بديل لفردو تو بي في البناء للمجهول. الجملة لقدامي تحقق قاعدتها وخلاص خدنا لها اياه. طيب ليه ما خدناها شوز هادة? ده ماضي مستمر. ماشي الجملة فيها ابناء للمجهول انا عايز ماضي بسيط فقط. تمامه عندي وز جيتنج برضو ماضي مستمر. وفي خطأ في السياغة بتاعتها احنا قلنا عايزين ايه? عايزين ماضي بسيط. في هاد اللي هي بديل لفردو بي. اللي هي بديل لفردو بي. ثم هاد هاد سياغة ماضي تان لحنا عايز ماضي بسيط فقط. تس وعشرين مولا فيها. من الكل اللي جاية للجرابر بتاعها سليم. نيارة جملة. شوف مين فيهم السليم. طيب حلو خالص. عارف لو جملة ده. طبعا الناو تدل على المدارب. عارف لو كلام ده صح? كانت دي مافروض تبه? وكده هو ليت غلط. مش هو هي. كان مفروض هو يقول هي ليتس غلط. علشان ناول قدامك دي. طيب اللي بعدها. هو هو ايه? طيب ووز اللاود ده كده مبني المجهول كأنه هي مفعول بي. يبقى هو تسمح له اني انا يسمح لي ايه عم الهبل ده? تيجي ازاي دي يعني? يعني ايه الصيغة هنا طبعا? خطأ ومعنى خطأ قدت اني متل فيها خاصة. طيب اللي بعدها. ايوز اللاود تو يوز اس كمبيوتر يستردين. انا سمح لي ان انا استخدمي الحاسب الالب تا عم بار. صيغة سليمة. في بناء المجهول اللي قدامك انه هو. اي دي مفعول بي لان هي اه هي اللي وقع عليها الفعل. ووقودها في اول الجملة هو اللي خلالها تاخد شكل اي. ايوز اللاود تو يوز سمح لي ان انا استخدم جهاز الحاسب الالب تا عم بار. تمام بالاشارة للماضي وفحة جدا. هو اللاود الدنيا متصرفها تمام. ماضي بسيط من المجهول. جملة سليمة صياغة تمام. ايوز اللاود تو يوز انا كنت بسمح للاستخدام. لا. الصياغة هنا هو غير سليمة. طب كنت بتسمح لمين? ايوز اللاود تو يوز اس. الصياغة هنا هو غير غير سليمة. وكمان المعنى معي مش مصد. كده الاختيار سي. وهنا هتلاقي المعنى بتاعه سليم. وكمان الجرامار بتاعه سليم. نحطه على الخط علشان انت الدباش هي فاطحه قدام. جملة ترتين قولك فيها. من جملة الغلط يعني دولة الاربع جملة دولة فيهم ثلاثة صح. ووحدة غلط طلع للغلط والذي غلط رميها. شوف الاختيار. هي بريفنتد مي فروم انترفيرين in his بيرسونل افيرز. صح. هو منعني من التدخل في شغلنه الخاص. الصياغة سليمة. بريفنت يينفعي وراها جرند او فروم مع جرم. سليمة الصياغة. زي زي الصياغة سليمة في الجملتين. طبعي اللي بعدها. اه تنفع. ينفع عقيم الجرند مباشرة من بدون فروم. ماشي والمفعول دي متحقق. خديني تمام التمام. تمام جملة الصياغة دي سليمة. تعال اللي بعدها. اه غلط. ينفع فروم. لكن او لا. او مجيشي. ماشي. اوف مجيشي مع stop. اللي ينفع ايجي مع stop. فروم لو هجيب حرفة. يبقى كده. الجملة دي خطأ. بما ان هي خطأ نطلعها. الجملة دي غلط. طلع للغلب. صح نطلع عليك الجملة غلط. كده شباب بيكون انتهت تدريب الجرمار اللي كان جاي على الدرس تاتة او اربعة من الوحدة ستة. لكن ان شاء الله تدريبنا معك. لم تنتهي بعد ان شاء الله تزلنا في المزيد. مع معلم خبير الونزيم السلسة عزة. السلام وعليم وبركاته.